وصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدارة جلسات الحوار المجتمعية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثامن على التوالي وأخصص المركز جلسات هذا الأسبوع لنقاش حول قطاع الوساطة المالية والتأمين والصناعات الكيموية والصناعات المعدنية في مصر بالاستفادة من خبرات أكثر من مئة خبير وممثلا عن القطاع العام والخاصة توصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها ضرورة تثبيت القوانين والقرارات المنظمة لطمئنة المستثمر وعمل تصنيف شامل ودقيق لمشاكل شركات الصناعة المعدنية ووضع محددات ومحفزات قوية لجذب المستثمرين